موسيقى وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث تعهدت مجموعة السبع بجعل روسيا تدفع ثمنا باهضا بسبب عمليتها العسكرية بأوكرانيا وأكد المستشار الألماني أولف شلوتس في مؤتمر صحفي أعقب قمة للمجموعة أن المجموعة تقف صفا واحدا في دعمها لأوكرانيا مشددا على مواصلة العمل على رفع التكلفة السياسية والاقتصادية للأزمة على روسيا أكد الرئيس الأوكراني فولادمير زينيسكي حاجة بلاده لأنظمة دفاع صاروخي لصد الهجمات الروسية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين زينيسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يينس ستولتنبرغ حيث تم التجديد خلال الاتصال على أهمية وجود نظام دفاع صاروخي قوي لأوكرانيا على صعيد آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت بالصواريخ مستودع أسلحة في مدينة كريمنشوك الأوكرانية وأضافت الوزارة أن القصف قد أسفر عن انفجار ذخيرة وأدى إلى نشوب حريقا في مركز انتجاري قريب كما أعلنت الدفاع الروسية إسقاط ثلاث مقاتلات من طراز سو 25 ومروحية تابعة للجيش الأوكراني أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومية الروسية على أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعتبر بمثابة إعلان حرب ضد روسيا وشدد المسؤول في تصريحات صحفية على أن أي اعتداء على شبه جزيرة القرم سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي أنه يجب على العالم الحر بذلق قصار جهده من أجل إنقاذ أوكرانيا وحذر في تصريحات صحفية من أن هدف روسيا الرئيس إلى عملياتها العسكرية في أوكرانيا هو زيادة زعزعة استقرار الغرب أدنت الأمم المتحدة الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف مركز تجاري بأوكرانيا وأصفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة ما يزيد عن أربعين آخرين وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة استيفان دوغاريك في بيان أن مثل هذه الهجمات تعتبر مؤسفة للغاية مشددا على ضرورة عدم استهداف أي نوع من البنية التحتية المدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر